في سؤال مطروح بكوة دايما لما تشوف أبطال أبطال المصريين في ألعاب فردية أو ألعاب جبعية غير كرة القلب الناس بتوعب تسأل طب الناس دي بتكسف فلوس قد إيه دلعيب الكرة بياخد له 10 و 20 و 30 مليون الناس دي ما بتاخدش فلوس خالص طب يا فرحيتي خدت المال عارفت أنت الجمل الهزمية دي آه يعني هعمل إيه بالمدالية الدهب دي و هاخد وراها إيه يعني طب بعيدا عن الحاجة التشريفية و أنت تبقى شرف لبلدك و فخر لبلدك و أمور كثيرة و كل الرياضيين والأبطال دول بيفكروا بالطريقة دي بس أكيد برضو فيه الفلوس بياخدوه هل فلوس كويسة أولا إيه لا حسين يعني يعني مش هول بقى طبعا أسهوم مش كده على فكرة الناس بتقارنها بالكرة دايما أكيد بس هو طبعا هو يعني من الظلم أنه إحنا نقارن بالكرة لأنه الكرة أرقامها كبيرة جدا طبعا لكن اللايحة الخاصة بالتكريم في وزارة شاوب و رياضة بالنسبة طبعا مقسمة يعني الأولمبياد غير بطولات العالم غير البحر المتوسط غير دورة الأبعال أفريقية بنتكلم دلوقتي على البحر المتوسط المديليا الدهب 90 ألف جنيه المكافأة بتاعتها المديليا الفضة 60 ألف جنيه البرونز 45 ألف جنيه اللعبة الجماعية يعني مثلا اليد إن شاء الله ربنا يكرمهم ياخدوا دهب بعد بكرة كل لعب ياخد قيمة 75% من قيمة المديليا الفردية لو مثلا زي بسانت مثلا واخد مديليتين هتاخد 90 لا تاخد 90 على المديليا الأولى اللي هي الأعلى قيمة زائد 25% من قيمة المديليا التانية يعني هتاخد 90 ألف جنيه زائد 22.5 ألف على المديليا التانية الوزير ليه الحق أنه هو يضاعف يعني يزود المكافأة أو يخفض أو الكلام ده كله ده بند في الليحة فهنشوف هل الدكتور أشرف صبح هل هيعتمد الليحة زي ما هي واللي هيعلي القيمة ده اللي هنشوفه لكن الإنجاز كبير طبعا ويستحق إن هم ياخدوا أكتر من كده هو دايما يستحقه أنا في رأي دولي هستحقكم ياخدوا حسن أكتر من القيبة الكورة يعني دولي تارم بيتعبوا بيكتهدوا بيشقوا كل شيء بس هو الفكرة برضو تاني كومة الرياضة وكومة المدالية وأهميتها لها أبعاد كثيرة 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 بعيدة عن المكافأة يعني في أبعاد كثيرة المكافأة عايزينهم ياخدوا كل واحد فيهم ميت مليون ياخدوا إن شاء الله يا رب ياخدوا كل الفلوس يستحقها لبيرفقوا عالم بلدهم وبيشرفونا بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر